اسم التجربة مقاومة الماء الهدف من التجربة أن يستنتج الطالب أن مقاومة الماء للأجسام تعتمد على مساحة سطح الجسم عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة كن حذراً عند تحريك المصطرة في الماء فقد تنكسر أدوات التجربة حوض زجاجي مصطرة بلاستيكية خطوات إجراء التجربة نملأ حوضاً زجاجياً بالماء نحرك مصطرة بلاستيكية في الماء حيث يقطع جانبها الرفيع الماء جيئةً وذهاباً فنلاحظ سهولةً في تحريكها نكرر التجربة بتحريك المصطرة بجانبها المسطح فنلاحظ صعوبةً في تحريكها النتائج صعوبة تحريك المصطرة عندما يقطع جانبها العريض الماء إذ تكون مقاومة الماء للمصطرة كبيرة فكلما زادت مساحة سطح الجسم المعرض إلى الماء زادت قوة الاحتكاك وزادت مقاومة الماء لها ترجمة نانسي قنقر شكرا